ما بين موقف السيد البالكي تشكيل حكومة وحل البرلمان واجراء انتخابات وما بين موقف السيد الصدر الابقاء على الحكومة الحالية واجراء انتخابات ما الذي سيجري في العراق بعد الزيارة الاربعينية كيف انتم تقرؤون موقف السياسي بعد الزيارة الاربعينية تحية طيبة لحضرتك ولمشاهدي قناتكم الكريمة بصراحة الوضع اليوم صعب جدا مررنا قبل اسابيع بتجربة مؤلمة كان نتاجها دماء لعراقيين ما بعد الاربعينية ما زالت الامور غير واضحة ولكن وسط هذا السجال السياسي اللي هو السجال مصالح للأسف لحد اللحظة لم نرى اي برنامج او خارطة تغيير حقيقية يتم حولها النقاش او التقاطع او الاختلاف الحديث فقط من سيشكل الحكومة وكيف ستشكل الحكومة وهل سيحل البرلمان لم نجد حتى اللحظة جهة تعمل او تتبنى حل المشاكل اللي تعصف بالنظام السياسي هناك مشاكل دستورية هناك مشاكل في قانون الانتخابات هناك فاسدين هناك قتلة متظاهرين هناك مغيبين هناك ملفات كثيرة في الدولة العراقية بحاجة الى معالجات او على الاقل طرح رؤية او برنامج يتبنى هذا الموضوع من جهة هناك من يدعو الى ابقاء الحكومة الحالية من اجل القيام بالانتخابات ومن جهة الاخرى هناك من يناور ويسعى جاهدا الى تشكيل الحكومة والالتفاف على جميع المطالبات بحل البرلمان والمضي بحكومة لمدة سنتين اعتقد ان حل مجلس النواب قادم لا يختلفون علي اثنين عفوا ولكن كيف سيكون الحل هل سيكون هناك خارطة طريق حقيقية هل سيعترف قادة الكتل السياسية وزعماء هذه الاحزاب بفشلهم ويجلسون الى طاولة ويتنازلون من اجل مصلحة الشعب الشعب نسبة كبيرة منه ما زال حتى اللحظة صامت اغلبية صامتة ولكن من الممكن وفي اي لحظة ان يثور هذا الشعب ولا يبقي ولا يذر منهم احدا ننتظر ما بعد الاربعينية ولكن اعتقد ان الامور ستذهب الى حل مجلس النواب